تركيز مطلوب جداً من لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني لفترة دي لكن في حاجة مهمة جداً أنا عايز أتكلم فيها برضو موضوع التحكيم موضوع التحكيم شفنا في ماتش الأهلي وسيراميكا الأخير شفنا كمية أخطاء من التحكيم بصوا أنا شايف من وجهة نظري أن الكابتن أمين عمر من أحسن الحكام اللي موجودة في مصر لكن تحس أن الفار يعني في حاجة بينه وبين الأهلي تحس أن الفار بينه وبين الأهلي طار بيلغي أهداف صحيحة ما يحسبش ضربات جزاء ده أنا بتكلم عن الموسم إنما اللي حصل للماتش اللي فات الكرة اللي جابوها لنا بطريقة غريبة جداً حتى لما جابوها لنا وقفت الصورة قال لك الكرة هندبول على أفشة ويا كرة كتفي سيدرو حتى لما وقفت وقفت على سيدرو كابتن أمين عمر يأخذ عليه بس إنه لما راح شاف الفار هو بس كده ورح متدور ودخل على الملعب والصورة جاية يعني هو الفار مش عارف جايب له الصورة دي ليه الفار جايب له الصورة دي وكأن أفشة رفع يده كده حتى وهو رفع يده الكرة جاية في سيدر أفشة مش في يد أفشة ولكن هو اكتفى بإنه يبص على صورة واحدة ويلف ويرجع ويلغي الجول بصوا بقى نقف الحتة دي شوية عايز أكلمكو على لعيبة النادي الأهلي والصورة الحضرية للعيبة النادي الأهلي محدش اعترض هتقولي ده ما غالط ما غالط الكلام ده لا هقولك دي طبيعتنا كلعيبة النادي أهلي حتى لو حسنا بظلم في الملعب احنا بنحاول نتغلب على الظلم ده احنا بنحاول نتغلب على الظلم ده ولما نيجي حتى لما بيبقى فيه اعتراض بيبقى الاعتراض بصورة حضرية مش بصورها مجاية مش طبيعة لعيبة النادي الأهلي الغريب بقى ان كابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام قال في تصريحات تلفزيونية كنا احنا سمعناك كابتن سامير عثمان قالك ايه بعد الماتش ان حكام الفار مش في ماتش الاهلي وسراميكا معهمش رخصة الفار لما جابوا كابتن وجيه أحمد كابتن وجيه أحمد قالك فعلا الكلام ده صحيح طب ازاي كابتن وجيه طب ما نفترض ان الكرة دي بتاعة الماتش ده كاتهي اللي تكسب النادي الأهلي كاتهي اللي تكسب النادي الأهلي والنادي الأهلي بيلعب على بطولة وضيعت منه نقطتين زي ماتش البنك الأهلي بتاع الدور الأولاني زي ضربات الجزاء اللي ما تحسبتش في 4-5 ماتشات وضيعت من النادي الأهلي أكتر من 12 نقطة ده مش مبرر لحاجة أنا بس بقول على الإطار اللي بين الأهلي والفار أو بين الفار والأهلي مع حضرتك هنا خطأ واحد بس خطأ واحد ممكن يكلفني بطولة خطأ يكلفني بطولة والغريبة أن الخطأ يعني عارف لو الخطأ من الحكم لا ده احنا عندنا دلوقتي إمكانية أن احنا نبص على الكاميرا ونشوف الكرة دي تسلل ضربة جزاء فيها مشكلة ما فيهش مشكلة وباخد وقت ده أحيانا وده ما بيبسرش في أي حتة في العالم أحيانا بنشوف الفار بيتدخل ويقعد 4-5 دايق بيشوف الواقع بيشوف الواقع وفيها بعض الحاجات عن تسللات مع أن التسللات دي خطوط أفقية وبس لكن احنا بفترة دخلنا فيها فيه منطقة صعبة جدا منطقة حسمة جدا تحسم بطولة تحسم بطولة نتمنى من لجنة الحكام أن يكون هناك دقة في اختيار الحكام خلي بالكم مش حكام ماتشاة النادي الأهلي بس كل المباريات احنا زي ما يشايفين صراع على القمة فيه صراع تحت في القاعة صراع فوق وصراع تحت احنا لازم نثبت التركيز تحت على الفترة اللي جاية زيك زي اللعيب انت دلوقتي قاضي في الملعب عايز تدي كل واحد حقه يبقى أنا أعمل اللي علي في الملعب وركز زي زي اللعيب لأن الفترة دي مش محتاجة أخطاء شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم